من خلال السخط الشعبي والمزاج الشعبي الغاضب على هذه الميليشيا والذي ظهر في الكثير من مقاطع الفيديو لليوتيوبرز اليمنيين هل ترى بأن هذه الميليشيا قد تعرت هي دخلت وأسقطت العاصمة الصنعاء بدعوى إسقاط الجرعة وإسقاط 500 ريال زادت في دبة البترول الآن دبة البترول تبع بأضعاف مضاعفة الكهرباء كان الكيلوات بريالات لا تتجاوز أصابع اليدين بينما الكيلو اليوم تبيعه من الشركة الحكومية ب300 ريال هل سقطت كل الأقنعة لهذه الميليشيا والمزايدة باسم الدفاع عن الوطن وحقوق المواطن نعم بلا شك أخي الكريم أن أكثر الناس انخداعا بمبررات الحيوث وبشعاراته أصبحوا الآن على دراية كاملة بحقيقته حتى أكثر المسطاء تفكيرا الذين انخدعوا ذات يوما بالشعارات البراقة وما تردد هذه الجماعة وأن لديها قيادة وطنية وأن لديها قيادة تسعى لكذا وكذا وكذا كل هذه الأقنعة قد سقطت واتضح زيفها ولم يعد خافيا على أحد ولم يعد حول هذه الجماعة إلا كما أخبرتك الفاسدون والذين تلتقي مصالحهم مع مصالح الجماعة فقط والذين للأسف يحملون هم الذين لديهم القوة والقمع لفرض إرادة هذه الميليشيا على جماهير الشعب التي لا بد أن تنتفض يوما ما لرفع هذا الظلم ولا حل إلا بيد هذه الجماهير التي بدأنا نلاحظ تحركا وغليانا شعبيا نأمل وندعو الله أن يتوفق وأن يتجه في طريق واحد نحو الخلاص من هذه الجماعة